يعني في وجهة نظر في هذه الأيام اللي عم نشوفه يعني أين الله من كل الأمور اللي عم تحدثه ليه الله بيسمح في كل ما يحدث من شر في هذه الأيام عم نشوف آلام عم نشوف حربات وطبعا حاليا الوضع في حالة غليان في الشرق الأوسط على وشك حرب كبيرة يعني دول مثل إيران لبنان سوريا فلسطين طبعا الوضع في غزة صعب 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 إلى أبعد الحدود إسرائيل يعني كل هذه الدول يعني فعلا محتاجين نصلي نصلي أن الله يوقف الحرب لأنه الموضوع في حالة غليان نصلي أنه الله يجيب طرق للسلم وطوبة لصانعي السلام مثل ما اتكلم ربنا يسوع المسيح بس فعلا إحنا محتاجين نصلي وطبعا عدو الخير عدو النفوس عاوز يهلك أنفس الناس والمسيح عاوز يخلص ولكن وين المسيح من هذه الصورة اللي عم نشوفها تمام لازم نفهم أنه العالم وضع في الشرير بمعنى أنه بعد ما كان فيه خليقة كاملة صنعها الرب والإنسان خضع للشيطان ولم يستجب لصوت الرب في حياته ودخل قطيع العالم فإحنا عايشين في العالم الساقط اللي بيصف الرسول البوليس في رمية 8 أن الخليقة إن منتظر استعلان مجد أولاد الله فيحنا في مرحلة العالم الساقط لكن في عالم كامل هيجي بعد كده سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر المرحلة المتوسطة اللي احنا فيها دي بين العالم الكامل اللي خلق الله والعالم الجديد اللي هيخلق الله احنا في المرحلة المتوسطة دي اللي فيها الوصف اللي حضرتك ذكرته ده يرجعنا للحنطة والزوان ففيه الحنطة الحشياء الجيدة وفيه الزوان الأشياء الشريرة الناس قالوا طب ما نخلع الزوان بسرعة الرب قال لهم لا دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد فالمرحلة اللي احنا عايشين فيها حاليا عبارة عن أشياء جيدة كتير وأشياء سيئة كتير قوي وعلينا نصلي عشان الرب يسيطر على الشر اللي حاصل زي ما حضرتك قولت اشتركوا في القناة